جسور الثقة التي طالب المجلس الوطني الكردي ما يعرف بأحزاب الوحدة الوطنية برئاسة حزب الاتحاد الديمقراطي في شمال شرق سوريا ببنائها بينهما قبل انطلاق الحوار الكردي الكردي قبل عام تقريبا باتت تشهد تصدعات مختلفة تنذر بهوة خلاف أوسع بين الفريقين فقد أكدت مصادر خاصة أن المجلس الوطني الكردي ينوي إقافة تلك المفاوضات بعد تطورات مختلفة حدثت على الأرض خلال الأشهر الماضية من اعتداءات على مكاتب المجلس في مناطق مختلفة من الحسكة واختفاء ناشطين وتصريحات تصعيدية من قبل الدار خليل القيادي الباز في حركة التجمع الديمقراطي ضد المجلس الوطني الكردي وبش ماركت روج أفا المجلس الوطني الكردي وبحسب مصدر المطلع التقى منذ بداية الشهر الحالي بمسؤولنا من طرف الرعي الأمريكي ومظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية مؤكدا خلال اللقاء على ضرورة تقديم طرف الحوار الكردي الآخر اعتذارا رسميا عن التجاوزات التي حصلت وعن التصريحات التي أدلى بها القيادي خليل المفاوضات التي انطلقت مطلع نيسان من العام الماضي كانت قد بنت ركائزها على بنود اتفاقية دهوك عام 2014 الاتفاقية التي رعتها حكومة كردستان وقتها برئاسة مسعود البرزاني لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الكردية السورية تلك المفاوضات الأخيرة وصلت إلى نتائج إيجابية في جولتها الأولى حسب تصريحات الفريقين ورؤية مشتركة لمستقبل الشراكة في إدارة المنطقة لتعود مرة أخرى إلى التوقف في ظل المستجدات وبين تعثر المفاوضات أو استمرارها يبقى المكون العربي خارج حسابات التفاهمات السياسية الحاصلة بين الأطراف في تلك الجغرافية وحتى خارج حسابات القوى الإقليمية والدولية تلك القوى التي يشهد تراب المنطقة تزاحما لجنودها وأعلامها